وعزفة الأنون المهرة دي اللي تشغالة معنا بحييهم طيب الفترة اللي جاية هتغني للموجي يعني إحياء الموجي وبعدين عندك وردة بتاقي قريبة كمان إحنا وردة لسه مخلصة ذكرى وردة وكان في أوبرا سكندريا بالمناسبة وكان برضو في أوبرا ده منهور وبردو كان قادة دكتور كانت بمصاحبة فرقة أوبرا سكندريا كان معنا برضو المايستر ودكتور إيهاب عبد الحميد بس المرة دي بقى كان بقادة المايستر الكبير عبد الحميد عبد الغفار اعتبروا هوا والد دكتور إيهاب كمان يعني طيب قوليلي الناس لما تنتقلي خارج القاهرة قد إيه أنا بحس بتلاقي يعني تجاوب فضيع تعطش الناس للموسيقى والفن شافكي عايز أقولك حفلة وردة في سكندريا إحنا في أقل من 24 ساعة التيكت sold out ما فيش مكان للناس بناءنا عليه إحنا لسه بنعمل الحفلة بتاعت شهر يعني بتحفلة 22 بس محبتش أكرر وعمل وردة تاني لإني لسه مخلصة وردة وعملتها في أوبرا ده منهور تاني يوم وبرضو الحفلة الحمد لله كانت sold out في أوبرا ده منهور وبعد كده أخدت بريك شوية سفرت ولسه أنا لسه راجعة مبرح وجيت عليكي النهاردة آه طيب ده أنت من وراء طيب بما أنه تحبي نغني إيهن غني الوردة مثلا دلوقتي اللي أنت عايزة شافكي أنت اختاري أنا أنتي في الحرية أنت لسه عايزة دلوقتي أغني وطلية أنا عايزة حاجات كتير قوي طيب عايزة تغني إيهنك مع الحبي تغني إيهن يلا يا رايحين للنابل غالي الله خلينا نقول وانتي بتتحركي خليني أقول للناس بجد خلينا نقول للناس كل سنة وانتوا طيبين يعني إن شاء الله وقفة عرفات حتكون يوم الجمعة بإذن الله ولكل الحجاج اللي لسه في حالة سفر إن شاء الله يعني يبقى يتقبل منكو بإذن الله وعيد مبارك على الجميع ونغني بقى يا رايحين للنبي الغالي ده أعتقد حيبقى حاجة حلوة كده إن إحنا نتبرك بيها النهاردة يعني ناس كتير بدأت صيام وناس كتير الحقيقة محتفية طبعا وإن شاء الله كلها أيام حلوة وكلها أيام خير وبركة